يعد نظام معالجة النفايات الطبية وتحويلها إلى نفايات اعتيادية باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا من أحدث الوسائل التي يتم تطبيقها في البحرين فلأول مرة في مملكة البحرين يتم طرح هذا النظام الذي تبناه مستشفى الملك حمد الجامعي التفاصيل في التقرير التالي تعد النفايات الطبية من أخطر المخلفات على صحة البشر والبيئة نظرا لما تحتويه من جراثيم وبكتيريا وفيروسات وغيرها من المواد الضارة والخطرة والتي قد تصل إلى الإنسان مسببة له عددا من الأمراض وذلك في حال عدم التخلص منها بالشكل السليم لذا قام مستشفى الملك حمد الجامعي بإطلاق تجربة لمعالجة النفايات الطبية وجعلها صديقة للبيئة لأول مرة في البحرين مستشفى الملك حمد تكون عنده مبادرة ليقوم بهذا المشروع اللي يخدم فيه البيئة أولا وتغليل تكلفة تخلص بهذه النفايات الطبية اللي تكون خطيرة لوجود أشياء كثيرة فيها من البكتيريا والفيروسات المعدية والتي تنتقل من خلالها لتصيب الإنسان وتنتشر في البيئة تمر النفايات الطبية بعدة مراحل يتم خلالها القضاء على كافة الفيروسات التي تحتويها تلك المخلفات بحالتيها الصلبة والسائلة العملية منتعلاج النفايات الطبية تمر بمرحلتين المرحلة الأولى هي غرفة الاحتراق حيث يتم فيها عملية إدخال النفايات الطبية بحاويات خاصة مصنوعة من الألمونيوم تحمل الضغط ودلجة الحرارة العالية الحرارة داخل غرفة الاحتراق تصل إلى 286 فهرنهايت أي حوالي 145 سلسيس انتغريت سلسيس وهي وحدة قياس الحرارة تحت معدل ضغط من 5 إلى 7 هذه الأجواء داخل غرفة الاحتراق خلال 30 إلى 45 دقيقة وهي دائرات اكتمال العملية معالجة النفايات الطبية تقضي على أي احتمال لوجود بكتيرة أو فيروسات في هذه الأجواء تم العملية خلال 45 دقيقة بالكثير بعد ذلك يتم إخراجها وتكون المرحلة الثانية التي هي مرحلة التقطيع عن طريق آلة التقطيع النفايات حيث يتم من خلالها تقطيع هذه النفايات إلى قطع صغيرة حتى لا يمكن الاستفادة من أي شيء موجود في هذه النفايات على سبيل المثال الإبار أو غيرها أو الأشياء التي تكون حادة تستقبل محطة المعالجة بمستشفى الملك حمد الجامعي يوميا بما يقارب 1200 كيلو جرام من كافة أقسام المستشفى لتحقق بذلك هدفها الرئيس وهو إيجاد بيئة صحية نقية خالية من الجراثيم والأمراض خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين